موسيقى مثال الويسكي اليوم سنفعل سكتش هاي با هاي با النار كروكتيل ممكن نفعله بأكتر من كحول مختلف اليوم سنفعل سكتش ويسكي ونرى سيطلع معاناقه اول ظهور له كان في 1290 في راجل انجليزي جرر بيعمل ميكس بين البراندي والسودا وتلع مقاحية جميلة جدا بعد كده الناس بدأت تستخدم حاجات اخرى غير البراندي منها السكتش ويسكي وتلع سكتش هاي با بعدها في كم سنة الامريكان عملوا كوباية مخصوصة لهاي با سموها هاي با الناس اللي هي الكوباية الطويلة عشان تبقى الكوكتيل ده في البداية احباب اقول السكتش ويسكي ممكن تشعبه عادي من غير اي حاجة ممكن تشعبه بتالج بس وهيبقى تعمل جميل جدا فممكن تعمل كده لو مش عايز تعمل الكلام المكاوني بتاعدي النهاردة سهلة جدا انا استعادم سكتش ويسكي انا ما عنديش نقلز الأصلية بس ده نوع ويسكي اسمه جلين ليفت سكتش ويسكي عظيم جدا بعد كده احتاج سودا انا استعادم كلاب سودا بعد كده اشرة لمون أصفر انا مش احتاج الليمون ولا عصير انا احتاج اشرة لمون فس يبقى زي ما قلنا 50 ملي سكتش ويسكي 100 ملي كلاب سودا اشرة لمون اول حاجة عمله انا اجيب الكوباية احط فيها تلك بعد كده هياخد 50 ملي سكتش ويسكي جميل جدا وفعلا راحته روعة بعد كده احتاج 100 ملي كلاب سودا انا اضع في الكمية اللي اضعها تقريبا نضع السودا بعد كده هنقلب كل حاجة مع بعض اللي هي السودا والويسكي بعد كده ان تمامت تقليب كده المشروب او الكوكتيل بتاعي نفسه جديد انا اريد ستقرق بقشرة لمون وكمانا هتقيها طعم انا مش اريس اصير المون اريس بس هاخد اشرة لمون كده سواء تقليب دائرة ميدور اللي مونة كده زي ما انا شايفين دي كفية بعد كده هنصر هلو فيها اي سوال او زيود تطلع منها سوف أقوم بعملها بحيث تبقى واخد شكل كورلي كذلك ويبقى لمون كورلي شوية وحطيها في كوكتيل بحيث يستدي طعم ومنظر في نفس الوقت طبعا شكله جميل جدا هيبقى طعمه لطيف على الاخر الناس اللي مش بتحب الويسكي برضو هتلاقي ان ده شيء لطيف انه لو عندهم ويسكي باش عايزين يشربو الواحدة يلاقي حاجة زي كده تخفى الدنيا شوية وهتلاقي الموضوع اسهل ليك انا عن نفسي بحب السكوتش وشي بشكل عام فدعمه هيبقى حلو بالنسبة لي اي ان كان هشربوه ازاي بس كده اطمعنا السكوتش هاي بوضي يعجبكو ويعلي معاكو على الاخر هو بسيط جدا وزي ما اخدت بالكو عملنا في ديقتين او اقل تقريبا فهو يلا نقوم نعملو دلوقتي حالا ايوه يلا نقوم نعملو دلوقتي حالا الفيديو الجاي بقى هنخرج من اسكوتلند اللي حنا كنا نفعل النهار ديت ونخش على ايرلندا هنعمل حاجه مش كوكتيل بس هتبقى معينة وضيفة قوي معانا هنستخدم فيها ايرش ويسكي ويسكي ايرلندي هيعلي معانا على الاخر وهتبقى حاجه جميلة جدا ولو ما عندكش ايرش ويسكي جهز اي ويسكي تاني عندك وهنشتغل به ونكسر الدنيا على اخر مع السلامة